هو ما ينفعش إنه الرعاية الصحية في مصر تتطور بالطريقة دي وإحنا ما نتطورش إحنا كمان فإحنا مع بعض ومع دكتور محمد العقادة يبقى فيه عندنا زي فيديو جرافي يعني نشرح لحضرتك كده بقى بالصور وبالفيديوهات وحاجات وحركات إيه اللي بيحصل في هذه المنظومة دكتور محمد هنبدأ مع بعض دلوقتي نعرض السلايدز بتاعتنا أو الفيديو جرافي بتاعنا وطبعا مش عارف أشرح حاجة نعرض آخر أشرح اقتصاد صحة طبعا استحالة أول حاجة بتقول تلات أعوان من الإنجازات لمشروع التأمين الصحي تلاتاشر مليون خدمة طبية طيب تلاتاشر مليون خدمة طبية حصلوا إزاي الأول نقول إيه خدمة طبية الخدمة طبية بتبدأ من أول زي ما اتفقنا المرحلة الأولى الخدمات المقدمة داخل الوحدة والمركز طب الأسرة اللي هي المرحلة الأولى حب مرورا بيه عيادات المستشفيات مرورا بالمعامل بالأشعات احنا بوصل عندنا دلوقتي معامل وأشعات احنا الرانين بيتعامل في القطاع الحكومي خلاص يعني بيس أوف كيك زي ما بنقول يعني خلاص كده مش مضطر أنه ناخد بعض واروح واحجز في مكان بعيد عشان اروح اعمل رانين لا خلاص احنا الأشعة المقطعية والرانين بكامل هيئته موجود خلاص معامل كل المعامل اللي في الدنيا موجودة وزي ما اتفقنا بعض الحاجات اللي نقصة اللي هي الخمسة في المية بستعين بالهيئة التانية رقم اتنين عشان توفرها لي في حاجة موجودة حوالي وهي فكرة التكامل ان احنا لازم كلنا جوه كل محافظة هنتكامل عشان نقدم الخدمة للمنتفع بالتأمين الصحي الشامل ان المية في المية يوصلوله طيب 13 مليون دول عبارة عن ايه 7 مليون خدمة في بورسعيد لان بورسعيد كانت النواة وهي المحافظة رقم واحد واكتر من 3 مليون في محافظة الوقصر وهي المحافظة رقم اتنين واكتر من 3 مليون في محافظة اللي اسمعلي دول 13 مليون خدمة طبية اللي قدمناهم في 156 منشأة طبية دول تابعين لهيئة العامة رعاية الصحية حلوة قوي